اشتركوا في القناة كوبل. كنت عم بحكي أنا وياك ميلاد وعم بقول أنه مش كأنهم على سوشال ميديا أكتر ما هنه بيشبهوا ستكم. واشتقنا كتير لهالأجواء أنه تكون الأشياء هالقد دقيقة وهالقد مهضومة وهالقد بتوصل ميسجز رح نحكي عن كل شيء أنا وياكون. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بلبنان لأنه أنتوا مقيمين بضبعي. رح بلش مع ميليسا. طبعا. كيف مجرجرك معه على السوشال ميديا حضرتك بروفاسور بالجامعة بالترجمة. هلأ يعني شو بدي أعمل مجبورة لأمارضة. متفين علي من الأول قبل مبالجة. لا تراحة يعني منجرب قدمة فينا يعني نجرب ننظم وقتنا بطريقة أنه نقدر نوفق بين شغلة أكيد وشو عم نعمل على السوشال ميديا لأنه كمان كتير بيأخد وقت. فهي بتحب أمين. هي بتحب هي بتحب تعمل أم جارجالي هي بتحب ببه. أكيد بحب. بتحب أنه تكون موجودة معه بتحب التمثيل كأن ميليسا يعني عنديك عنجات تالنت بالتمثيل واضح جدا من خلال الفيديوز. تعرفي أنا ما كنت بعرف أنه بحب التمثيل بس من أنا وصغيرة يعني بين الرفقة بالعائلة وهيك بقلد كتير. بحب دحك الناس. وهيك بلشيت ووقتها بلشنا أنا وياه أنه أصلاً إحنا بس نقعد مع رفقاتنا كمان وندحك الناس. فحسينا أن الشرقية كناعمل شي كوميدي وهيك. وهيك بلشيت. ورجعنا يعني كملنا فيه. بتركب مقلة الناس. هياه. هياه. ما بعرف قدية مظبوط يعني هالشي. مظبوط. واضح. بلابعي تعيوني كنا مبتاكي عن الموضوع. أي متى بلشتوا ميلاد؟ بالسوشيال فيديو. صراحة صارنا فترة مبلشين. يعني حتى بلشنا بمكمل 2019 إذا بدك أو قبل حتى شوي. فصارنا أكتر من أربع خمسة سنين بهالموضوع. بس لما بلشتوا كنتوا قصدين أنه تكونوا كوب الإنفلوانسر وتعملوا تريند بالفيديو ستبعكم. لكن الأساس صارت شوية طبيعية أكتر. عرفت أن حياة لحدة بيبلش عن سوشيال ميديا ما بيكون ملقى حاله. شوية مع شوية بس تحطي كنتنت. صارت تعملي تاستنج تشوفي شو العالم عم تحب. أنت وين عم تنبسط تصوري أكتر؟ بصير الواحد يلاقي هويته. يعني إذا حدا هلا عم بيبلش جديد. يعني ما يكون كتير عامل استرس أنه أنا شو بدي يكون محتوي. أنا وين بدي يكون. لأن القصص مفروض تتطور طبيعيا. وهذا اللي صار معنا. يعني إحنا حطينا كوميدي بالصدفة. بعدين لقينا العالم حبيت. بعدين إحنا حبينا. وصرنا نطور المحتوى لصار المحتوى اللي هو اليوم عم تشوفه. بس أنت متخصص بصناعة المحتوى ميلاد. وبتدرس هالموضوع. وبتشتغله بشكل محترف جدا. يعني لما منشوف الفيديوز على صفحتكم. اللي تقريباً رح تصير عندها مليون فولور قريباً إن شاء الله. منشوف عن جد كأنه عم نحضر production. هاي بروداكشن. يعني بطريقة سوبر محترفة. كيف قدرت تعمل؟ يعني صراحة أنا مثلا عندي حب للأفلام من أنا وصغير. وعبالي كان أعمل يمكن عرفته ببالك مخرج أو أفلام أو هيك. فهيدا الشي. شو درست أساساً؟ هندس. حلو. يعني عم بتهندس فيديو. عم هندس. نقدر نربطها مع بعض أصلا. فرجعت. يعني هيدا الحب. لقيت مثلا بالسوش الميديا منفس. أقدر يمكن نفذه أو أقدر أعمل هيدا الشي. وشوية مع شوية صارت الأمور عم تتجه لكون الأنتاج المحترفة اللي عم تشوفه هلأ. بالأول ولشنا بس بأفكار بسيطة. ولهلأ أصار عنا التيم تبعنا وقدرين نعمل هالهاي بروداكشن. بس بس يمكن على فيديو مدته دي او دي او نص. بتصوره بالتليفان؟ لا هيك وهيك. كتير قدير. كنا بالأول نصور بالتليفان. بس نحنا كمان نيقة شوية. يعني منحب الصورة تكون حلوة. والضو يعني يكون فيه إضاءة حلوة وهيك فإنهم لازم يكون عندك مرتب. يعني فيه تيم بيشتغل معك. فيه تيم هلأ حاليا. لأنه بتكون إضاءة بتكون تصوير بتكون مونتاج كمان. يعني بالأول كنت أعمل أنا كل شي بس بعدين بس يكتروا القصص أو بس إذا واحد بدوا هيك الإيميج تكون أكثر. صار عنا تيم مصورين وأديتر يعني بقل لهم بوجه لهم تحية لأنه إذا بدك عايشين معنا صاروا بالبيت. حسنا لما نختلف أوقات بختلف قدهم. بيأخذوا طرف كمين. جايك الحديث. جايك. أدى صلكم جوازي؟ متفابنا خمس سنين. خمس سنين. عندكم صب صغير أدلاء عمره؟ سنة وثمانتشور. سنة وثمانتشور. شو اسمه؟ فرانسس. هاي فرانسس. هاي فرانسس. عم يحضرنا هلأ إن شاء الله يكونوا عم بسجدوا للرياكشن. بليز قولوا له هاي. هاي فرانكي. هاي فرانكي. هاي فرانكي. هاي بابا. بحياتكم اليومية وهذا اللي بدي أحكي عنه ميليسا اليوم. سوشال ميديا رح نرجع نقول لها بكل وضوح هي فاك. يعني منه شي حقيقية مية بالمية. طبعا يعني شخصياتكم وكاركتراتكم هني نفسهم. بس الحياة اللي عم بتفرجوها أو الأشياء اللي بتفرجوها من أحداث بتصير معكم هني منهم حقيقية. وهيدي قولنا سرح نعملها اليوم سوا. وحياتكم الشخصية مختلفة عن الحياة اللي بتفرجوها على السوشال ميديا. كيف تشتغلوا على هالموضوع ميليسا؟ وكيف دور كل واحد منكم أنه ينبه التاني بمحل؟ هلا نحنا أكيد اللي منفرجيه هو يعني جزء من حياتنا على الستوريز وهيك. يعني نحنا كمان منحب أنه اللي عم بيحضرنا تريليت. يعني يقدر يشوف أنه اه اوكي. يعني نحنا مش بس بنفرج الحلو على السوريز حتى أوقات يعني من وقت ما أنا حبلت وولدت أنه بتقطعي خصوصي أنا كأم بتقطعي بمشاكل بشاكل عرفته؟ بتعب، بدبريشن، بدبريشن. يعني الكل يعني أنا بحب كمان فرجي هالسورة ليش؟ لأنه مش بس أنه عم تفرجي أنا كل شيء بيرفكت. وبس كمان الواحد لازم يتذكر أنه نحنا اللي منفرجي هو بس فكتقولي 10% و 15% يعني ماشي من حياتنا. فنحنا منجرب قد ما فينا أنه كمان نقول عن القصص الحقيقية اللي بتصير بحياتنا. بس كمان ما فينا نفرجي مية بالمية من حياتنا. أكيد هيدا رح نحكي عنه أكتر. بس الناس كتير بيخافوا أنه ما بدنا نكون ناجاتف على السوشيال ميديا. ويالا عم تقوليه ما ليسا كتير مهمة. أنه لا أوقات بتقوله أنا تعبين. أنا اليوم يمكن أن الحبل امتقل علي. أنا اليوم ما بعرف مش عبنان بالليل مع ابني. يعني ما بتخاف وتقولون؟ لا 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 ما منخاف. خصوصا أنه أنا يعني كمان كتير منحكي عن تجربتي بالأمومة وكل شيء. لأنه بحس كمان في كتير أميات أو كابلز كمان بيعانوا من نفس الشيء. وبتحس بيحسوا بي. بس أنت يعني تقوليهم أو تفرجيهم بيحسوا هني آه. طيب نحنا مش لحالنا هيك عم نحس. مضبوط. فهيدا الشيء. يعني من يومياتكم ميلاد ومن يوميات أصحابكم وكل الكابلز اللي حواليكم تاخدوا أفكار. أهو كتير. يا مكرا بس نظهر سوا قوعة تعملي لك شيء. حركة بتصير بداية ودغرة. تنكتم وتتسجل. حلو حلو. من دون إذن ولا دستور. لا وراء وراء إذن. أوقات منقول إن شاء الله ما يعرف أنه عنه الفيديو يعني. لا لكن الكنتنت لأنه يعني إذا بدك مفتاح ليش الكنتنت أوقات بيروح فيرل. لأنه ريليتبل. أنت بالنهاية إذا عم تحضر الفيديو. إذا تذكرت موقف صار معيك ومع جاوزك أو موقف صار مع عائلتك. هون بتقولي أنه أه حبيت هذا الفيديو. بعمل له شير لرفيقتي صار معنا نفس الموقف. من مشاكل حوالينا من نفات المدرورة مشاكل يعني. من العائلة. من العائلة. من العائلة. من الأهل. من الأهل. مش بس نستوحي. نجيبهم ونحطهم بالفيديو. بس نروح عند أهل الجمز. كله كله. وكل هالقصص هولي. أي فيديو أكتر أكتر فيديو. ولا هلأ أخذ فيوشب؟ أكتر فيديو أخذ فيوز. أي أكتر واحد. آخر فترة كان فيه ترند اسمه الأسوكا ترند. الميك أب ترند طبع البنات. بس وقتها نحنا أخذناها وفسرنا الكلمات على طريقة عربي. وقتها أتوانت باير. الترند الهندي الميك أب. نحنا ما عملنا الميك أب. بس نحنا غيرنا كلمات بالهندي. عملناهم كأنه عربي. مش غيرناها. كيف نسمعهم بالعربي. لفظهم. وجاب وقتها أكتر من 15 مليون فيو. أكتر من 15 مليون فيو كتير. يعني أدى بتصيروا محمسين. بتصيروا ناطرين أنه بعض بعض بعض. ما هيك. قديش يعني أدكتف السوشيال ميديا. وبتعملك أدرنالين. يعني أوقات مثلا ما تكون في جمعة مش عاملين بوستنج بتقلي مال. ليك عبالي شوية أدرنالين. نزل لك شيء. هيك بدنا. لكن أدكتف بس كمانا يعني. لازم واحد ينتبه لحاله. لأنه إذا بتضلك. يعني في فترات بيقطع كنا بالأول. عمل ريفراش. عرفت إنه. أدي صار الفيديو. أدي صار المتابعين. هذا سترس. سترس كتير كبير. لأنه كمانا عندك شغل ما بيوقف. يعني كل يوم بديك تحطي فيديو. كل يوم عم بتشوفي. عم بترقب الـ Growth. هلأ مع الوقت صرنا أكتر ناضجين. ونعرف إنه كل طلعه. وفي شوية يعني في فترات بيكون فيها. الـ Content عم بيعمل أقل من فترات تانية. ستصرتوا تتقبلوا هذا الموضوع. تتقبل هذا الموضوع. أدي الـ Contentue تبعكم فيه عن جد احترام. احترام للكون. واحترام لغيركم. ورح نحكي عن هذا الموضوع. لأنه رح نعطي فيه كورس بعدين. أنا وياك ميلاد. أدي بتنتبهوا على الـ Decency. إنه بتفكروا من الـ Public تبعكم. يعني يمكن يكونوا أولاد صغار. يمكن يكونوا تين ايجرز. يمكن يكونوا كبار. يمكن يكونوا كتير كبار يعني. صح. بتاخدوا هالموضوع بعين الاعتبار مليسا؟ كتير. ونحنا من الأول يعني كنا عم نحكي. نحنا شو بدنا نقدم محتوى. يعني نحنا من الأول ما اعتمدنا أسلوب الدرامي. يعني كان فينا. لأنه نحنا من زمان بلشنا. لو اعتمدنا هيدا الأسلوب كنا يمكن رحنا فيرل. شو يعني الأسلوب الدرامي؟ يعني الـ Clickbait. يعني اليوم اختلفنا بيطلع عن جد بقول إنه اختلفنا. أو كل هالأمور اللي الهينة تجو فيرل. بس إنه بالنهاية أنا برأيي ما بتعمير كأميج للشخص. مبتزل شوية. مبتزل شوية. يعني أول شيء هلأ الواحة تجو فيرل. يعني هلأ بو ما اعمل سين دراما هون. بيروح الكليب تبعنا فيرل. هلأ اتخانقوا شوية. كتير فيك تنشهر بهيد الطريقة. بسرعة. بس هذا الشهرة السلبية. صح. شهرة سلبية اللي حتى ولا براند يمكن عباله يشتغل معك من وراها. يعني كمانا فيه association. يعني نحن طول ما نفكر فيها لبعدين. وصراحة لأنه هي مثلا بتعلم بالجامعة. وأنا إنه كان عندي شغلة. وكتنو مهندس عشر سنين. وتربيتنا والباكران طبعا. ولا مرة سمحت لنا إنه نروح على الأد على الابتزال. وأساسا مش شخصيتنا بالحياة اليومية. وعندكن ولد. أبي حتى ما يكون عندنا ولد يعني. إيه إنه بتصير تفكري بكرة مثلا ابني بدي فرجيه والله. لكننا نعمل هيك مثلا. أو رح فرجيه إنه I'm proud إنه ليك المحتوى اللي كنا نعمله. ميلاد ما رح نحكي كثير عن طريقة العمل. ما رح نحكي كثير كمان عن قدية ممكن تكون منتجة السوشيال ميديا. بركيا من نعملون بحلقة بعدين لما بتكونوا بلبنان. بس الأكيد أنه رح تحكي عنهم بدباي بدورة لأم تيفي أكاديمي مع الجامعة الأمريكية بدباي. ورح تكون حضرتك سبيشل جاست بهالدورة. ورح نحكي عن هذا الموضوع كـ Content Creator. شو النقاط هكي اللي رح تكون عم تحكي عنا هيك بدورتنا؟ رح نكون أنا وياكي بأم تيفي أكاديمي كثير محمس لنكون. رح نعطي هيك دورة صغيرة عن كيف واحد بيقدر يبني برسونا أونلاين. وشو الأساسي اللي لازم يعملها وما لازم يعملها. وكيف واحد بيقدر يعمل growth بطريقة organic. يعني كيف واحد بيقدر يكبر على social media بطريقة طبيعية. من دون أي ابتزال أو من دون ما يلجأ له طريقة تانية. فالدورة رح تكون كثير شايقة. مش بس أنا في كثير كمان ناس تانية. فنطرينهم كلهم بدباي ليسجلوا معنا بإخد سبتمبر. بآخر سبتمبر 26-27-28-27. ها أول مرة منحكي عنا على الهوى معك ميلاد. بعد ما أعلنناها وبعد ما نزلت البرومو. بس هادي اليوم هيك طريقتنا أنه نخبر الناس أنه رح نكون موجودين بدبي. بما أنه ميليسا رح تكون مشغولة. نحنا مش بس رح نخدها نهار واحد. نحنا معرارين نخدها بـ 26-27-28-29. وـ 29 أيلون. لكن رح قال لي good luck. أو حد لا أحجز مع أصلات ساعتين تصوير. ميليسا. الجواب رح تحضر الدورة أولا. رح تحضر أكيد ولا. ورح تصيري public figure وميديا person مش بس social media. أكيد طبعا. رح نعمل هالشي رح تكوني أكيدة موجودة معنا قد ما بتقدري بدورتنا. بدأ لكم مرسي كتير. لأن كنتم معنا اليوم. أنا كتير مبسوطة بوجودكم معنا بالستيديو. ومبسوطة أكتر أن رح تكونوا عم بتشاركوني حضرتكم من أهم الإنفلوانسرز بالإمارات. شكرا لوجودكم معنا. دراحة الميلاد أن ميليسا. أهل أو سهلا فيكم. سأخذ باك صغير ومن تابع خليكم معنا. اشتركوا في القناة